اشتركوا في القناة اشترى سيارة من سيارته حتى البيت يبني بيتا مثل بيته إذا كان عنده استطاعة من محبته لأنه صديقة لكن لو عرف النبي عليه الصلاة والسلام حق المعرفة لاتبعه عليه الصلاة والسلام واعتز بالانتماء إليه وأن يكون هو رسوله عليه الصلاة والسلام وقدوة له وهذا كثير من الناس يقول الناس وصلوا إلى سطح القمر وغير ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكان يسمع فيه أو تسمع فيه صريف الأقلام تعدى السماء السابع عليه الصلاة والسلام فالذي يعرف النبي عليه الصلاة والسلام يعتز بالتمسك بشريعته عليه الصلاة والسلام ويفتخر طاعة لله تعالى بأنه رسوله ويشكر الله على ذلك لأنه كان من المسلمين ومن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو خليل الله يعني الخلة هي أعلى درجات المحبة فالنبي عليه الصلاة والسلام خليل الله إبراهيم خليل الله والنبي عليه الصلاة والسلام خليل الله كذلك والخلة هي أعلى درجات المحبة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في أبي بكر لو كنتم متخذا خليلا لاتخذت أبا باكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعني يقصد هو لكن أبي بكر هو يعني أخوه في الإسلام فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو يعني حبيب الله وهو خليله أي أعلى درجات المحبة سيئة للنبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه ولهذا من عرفه عليه الصلاة والسلام أحبه واتبعه صلوات الله وسلامه وكل ما يعلم الإنسان من السيرة ومن سنن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يزداد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك لذا علم عبادته عليه الصلاة والسلام وصلاته غفر الله لما تقدم من ذنبه عليه الصلاة والسلام وما تأخر ومع ذلك يصلي في الليل حتى تورمت قدمه فتقول له عائشة يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك ما تأخر فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا بعد أن الله غفر لذنبي ما تقدم منه ألا أكون عبدا شكورا فهو عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا ولا شك أنه أحب الخلق إلى الله وهو أعظم من خلق الله من الجن والإنس لا من الملائكة ولا من غيرهم وهو سيد الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر سيد الناس صلوات الله وسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر